تختلف طريقة رؤية الحيوانات عن طريقة رؤيتنا نحن البشر فبعضها يرى الألوان بشكل مختلف والبعض الآخر يرى في الظلام والبعض الآخر لديه رؤية محيطية واسعة اليوم سنتعرف على بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول كيفية رؤية الحيوانات معظم الثعابين لديهم ضعف شديد في الرؤية في ضوء النهار على الرغم أن رؤيتها الليلية ليست سيئة لهذا الحد لكن يوجد بعض أنواع من الثعابين ترى بالأشعة تحت الحمراء الثعبان يرى الحياة بتصوير حراري طوال الوقت لك أن تتخيل أن العنكبوت يملك ثمان عيون وفي نفس الوقت نظره ضعيف جدا في رؤية المسافات البعيدة ويعتمد أكثر على خلاياه العصبية ليشعر بالمكان توجد خلاياه العصبية في الأرجل السمك يستطيع أن يرى ألوانا أكثر من الإنسان بمراحل قدرته على رؤية الضوء فوق البنفسجي تساعده على الرؤية في الماء عدسة عين السمكة تحتوي على القرنيات المستديرة وترى بزاوية 360 درجة تقريبا وهي تقريبا بنفس كثافة الماء لتعويض تأثيرات الالتواء للضوء في الماء عين الكلب تحول أي شيء يراه لرؤية الأشياء بشكل مختلف في درجات الألوان يكون أغلبها الألوان الفاتحة الكلاب ترى تركيبات ثابتة من الألوان التي تصفيها عيونهم المخروطية وتحول أغلب الألوان للأزرق والأصفر بدرجاتهم القطط ترى الأشياء بشكل مختلف القطط لديها الكثير من القطبان في عيونها نوع مختلف من الخلايا المستقبلة للضوء حساسة للضوء المنخفض رؤيتها الليلية أكبر بكثير من الإنسان والكلب تتمتع بمجال رؤية أكبر من الإنسان تكون رؤيتها للألوان بين رؤية الإنسان والكلب الطيور بشكل كبير تعتمد على نظام بصري فعال للغاية قادرين على رؤية نطاقات الألوان فوق البنفسجية والأزرق والأخضر والأحمر وأيضا الأشعة فوق البنفسجية والتي هي في الواقع عديمة اللون وغير مرئية للإنسان تستطيع الطيور أن تراها على سبيل المثال عدسة عين الببغاء تتمتع بسرعة فائقة ولديها تغطية تقارب 300 درجة ولكن رؤية أحادية بمعنى إحدى العينين تركز على شيء واحد والأخرى تركز على مشهد آخر عين الصقر سبب قوة النظر عند الصقور إلى تفوق الشبكية في عدد الخلايا الإبصارية حيث يصل عددها إلى مليون ونصف المليون في منطقة الحفيرة التي تعتبر أكثر مناطق العين حساسية مما يجعل الصقر يفوق الإنسان في حدة النظر ثمان مرات لا تترددوا في مشاركة آرائكم والاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المثير شكرا لكم على المشاهدة ونلتقي في الفيديوهات القادمة